تحول اليوم ذكرى رحيل رائد الواقعية المخرج صلاح أبو سيف قدم صلاح أبو سيف ما يقرب من خمسين عملا فنيا أختير منها أحد عشر فيلما من إخراجه ضمن قائمة أفضل مئة فيلم بالسينما المصرية حسب استفتاء النقاد عام 1996 الواقعية في السينما مذهب ومعالجة المشاكل الإنسانية غايته والموضوعية في التناول طريقه إلى حفر اسمه كأحد أفضل المخرجين في السينما المصرية إنه صلاح أبو سيف الذي ولد في العاشر من مايو من عام 1915 بمحافظة بن سيف وبعد حصوله على شهادة التجارة المتوسط عمل في شركة النسيج بالمحل الكبرى قبل أن يلتحق بالعمل بالصحافة الفنية التي كانت سبيله إلى دراسة السينما ومنها السفر إلى فرنسا وإيطاليا لدراسة الفن السابع دايما في ألبي كان أول فيلم من إخراجه في عام 1946 وتوالت بعده أعماله الإبداعية التي ظلت علامات في تاريخ السينما المصرية أبو سيف كان يملك أحد عشر فيلما ضمن قائمة أفضل فيلم في تاريخ السينما المصرية ولعل أهم أفلامه بداية والنهاية والقاهرة 30 والزوجة الثانية تميز أبو سيف بتنوع وجودة أعماله واقترابها من قضايا المجتمع كما اشترك في كتابة السيناريو لمعظم أفلامه حيث كان يعتبر كتابة السيناريو أهم مراحل إعداد الفيلم ويعد صلاح أبو سيف أول مخرج مصري يدخل تاريخ السينما العالمية حيث عرضت له أعماله في مهرجنات دولية وفي الثاني والعشرين من يونيو من عام 1996 رحل رائد مدرسة الواقعية في السينما المصرية عن عمر نهز 81 عاما بعد مسيرة حافلة امتدت لما يقرب من نصف القرن